موسيقى مشاهدينا ومشاهديك كرمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث حلقة 12 مايو 2020 الحياة في يوم 9 مايو اللي هو بيبقى موافق واحد بشانس بيكون الاحتفال الكديسة الأبطال الأرسلوسية بعيد ميلاد العدرة كل سنة وانتوا طيبين وبالمناسبة دي كان قدسة البابا توادرس كان قال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الكديسة العدرة مريم وكان أهم حاجة قالها قدسة البابا إنه السيدة العذراء حصلت على سلامها الداخلي من خدمتها للناس أمنا العدرة مريم نموذج رائع للإنسان الذي يتمتع بالسلام الداخلي لأنها تعيش إيمان واكتفاء بالله أمنا العذراء حصلت على سلامها الداخلي من خدمة الناس من حبها اللي دفعها أنها تخدم الناس كانت قلبا رحيما منيرة صاحبة السيرة العطرة كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها تحفظها بروح الصلاة دا إحنا مجرد نشوف صورة العذرة ينتابانا السلام كل السلام حضراتكم طيبين الحياة مزلنا طبعا بنتابع معاكم الأمور الخاصة بالاختفاءات بالنسبة لرانيا الحياة كان الأيام اللي فاتت السيدة رانيا عبد المسيح كان طلعت إشاعب أنها رجعت أو كان فيه ناس كتبوا أنها في طريق عودتها والحياة كل الكلام دا كان غلط تماما عارين عن الصحة وده خلى القس كزمان كاهن كنية الملك مخايل بقرية العراقية مركز الشهداء بمحافظة المنوفية نفع في بيان رسمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الكبتية الأستاذة رانيا عبد المسيح وطبعا رانيا مختفية منذ 23 إبريل الماضي وإنه ما فيش أي صحة لعودتها والأسرة ما زالت في انتظار كشف مصرها والتواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية لكشف الحقائق في أزمة الاختفاء وطبعا يعني قال برضو القس كزمان أن أسرة السيدة رانيا تقدمت ببلغ رسمي للنائب العام بالقاهرة حول اختفاءها للتدخل لتكثيف الجهود لتحقيق السلام المجتمعي والاستجابة لأسرتها لكشف لغز الاختفاء وأن أسرتها بالطالب بأنها تلتقي بالسيدة رانيا وأكد أن السيدة رانيا كانت خادمة مواظبة على حضور الكنيسة ومحبة للجميع ولم يلاحظ قد سببونا بيقرر مرة تانية لم يلاحظ أي شيء تغير في شخصيتها أو في أي شيء زي ما طلع في الفيديو وقال إن هي من 9 سنين وإن الكنيسة عارفة وإن جوزها عارف الكلام ده كله وزوجها برضو في تصرحات نفى تماما إنه في أي خلافات بينه وبينها وإنه هو زيه زي كل الأسرة بيسعى وقدم بلاغ برضو وإنه كلهم في انتظار عودة رانيا وفي انتظار استجابة الأمن لحقهم في إنه ماشي أنتوا بتقولوا إن هي أسلمت بمزاجها بناء على هذا الفيديو طيب خلونا نوعد معيها الحاجة التانية هي الغاية دلوقتي ما كانش فيه صدور أي شهادة أسلمة والله أعلم برضو إذا كان في حاجة ولا لأ حصلت في خلال الكام ساعة اللي فاته برضو أخوها يعني أكد برضو أخوها ريمون قال إنه أختي برضو ما رجعتش وكتب على الصفحة الحياة كل هذا الكلام إحذروا التنظيم الإرهابي عايز يضيع حقنا وحق رانيا بإشاعة أخبار كذبة عن عودتها لمنزلها عشان يعمل فتنة إحذروا الفتنة لو عايزين أخبار حقيقية ومؤكدة تفضلوا أم رانيا بتموتوا في حالة صحية سيئة جدا جدا بل متدهورة عدد كبير من الآباء زروها وصلوا ليها ونتمنى الكل يصلي عشان ربنا يصبرها زوج رانيا وبناتها التلاتة سكاكين بتقطع في قلوبهم إخوات رانيا البنات والدينا وأنا كلنا في هم وغم كل المصرين الشرفاء متعطفين معانا متضمنين معانا حق رانيا هيرجع هيرجع بس تصبروا ساعدونا بالصلاة في ناس كتير بتألف أخبار عن رانيا وتطلع إشاعات وأكد لكم أنها هترجع ولو بعد حين وسنحاسب مختط فيها الإرهابيين بالقانون ادعموا الأمن والشرطة وساعدونا في الوصول لأختنا ونسك في الوصول إليها قريبا وتحريرها وإنقاذها والحقيقة تبقى أكتر من مرة وفي نفس وقت برضو كله بيقول يا جماعة إذا رانيا رجعت أول حد هو نفسه في مقاطع أخرى نشرها على صفحته إنه لو رانيا رجعت هو وهيطلع ويتكلم فما فيش داعي أن نلتفت لأي شائعة فنستمر في الصلاة وربنا يا رب يرجع كل واحدة مختفي عن بيتها سواء رانيا أو غيرها عندنا برضو يستينا مجدعطية ما زالت إلى الآن برضو ما فيش أي أخبار عنها وأنا بناشد الحقيقة كل المسؤولين في محافظة بني سويف ونواب مجلس الشعب وإنه يتم التدخل يستينا 15 سنة و10 شهور والمفروض إنه من حق أهلها أهلها وأسرتها إن هي ترجع لهم ما ينفعش بقى يتقلهم أي شيء دي قاصر فأنا مش عارفة بصراحة بتمنى واضح إن التحرقات مش على القدر الكافي يعني عشان عودتها لأنه كتير من الفتيات القاصرات الفترة اللي فاتت اللي اختفوا لأنهم رجعوا الحمد لله بسرعة معرفش يستينا الدنيا ليه صعب شوية فيارب كده برضو يكون فيه تحرق وأي نشطاء يساعد أسرتها بحيث إنه إن شاء الله يكون يوجهوهم بالطريق الصحيح ويارب إن شاء الله نتطمن أيضا على عودتها ده بالنسبة للفتيات المختفيات بالنسبة بقى لبعض الأخبار الإبطية الأخرى كان فيه توقيع بروتوكول اسمه بنت الملك بين الكنيسة الأرسلوسية وبنك ناصر حيث استقبل قدست البابا توادرس أثاني بالمقر الباباوي بالكاهرة الدكتورة نيفين الكباش وزيرة التضامن الاجتماعي وتم فيه للقاء توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة الإبطية الأرسلوسية وبنك ناصر الاجتماعي فيما يخص مشروع بنت الملك بيهدف إلى إيباء المشروع إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلغهن سن الزواج ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة وده هيسهم بشكل كبير في تدبير تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق دي حاجة جميلة جدا كنوع من أنواع الاستثمار برضو للأموال اللي ممكن تتحط ودفاتر توفير علشان تكون البنت من وهي قاصر ولما يكون سن الزواج متاح يكون فيه المساعدة دي تقدم عن طريق هذا الدفتر بنون عينيحة الراهب أرشيليديس السامويلي وده كان برضو راهب في دير الأنبى ساموئيل المعترف بمغاغة وتنيح صباح النهاردة الاثنين وترقص صلاة الجناز الأنبى باسيليوس رئيس الدير ومجمع رهبان الدير ده بالنسبة لأخبار الإبطائية لو رحنا برضو لبعض أخبار مسيحية العالم كان فيه خبر عن وفاة 11 راهبة كانوا في الصفوف الأولى في المستشفيات لخدمة الفقراء والمهاجرين وده كان في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفونيا كان يعني اتكلموا عن أنه في غضون 16 يوم في أبريل توفت 11 راهبة في الدير ده الدير الأول توفت 5 راهبات بسبب كورونا في حين لم يتم تأكيد أسباب حالات الوفيات الأخرى الحقيقة الراهبات دول هما من راهبات الكديس فيليكس واللي هما أسست الدير تم تأسيسه منذ ماهي وقارب 80 سنة في بلدة صغيرة وقع على تخوم ديترايت وفي فترة قصيرة قدروا أنهما يبنوا جامعة وبعدين مركز رعاية ورودة أو حضانة ومدرسة ابتدائية وسنوي والدير كان دير منعزل والراهبات كانوا متواجدات في الصفوف والمستشفيات في خدمة المهاجرين والفقرة وللأسف في غضون أسابيع قليلة اختفى ما تبقى من المؤسسات ومن هذه الرهبانة العريقة وتأكدت إصابة 22 وبعدين 11 راهبة توفوا ولكن أكدوا أن خمسة منهم كان سبب الوفاء كورونا والحياة للراهبات المتوفيات جميعا هنا كان لهم باع طويل يعني فترة طويلة في خدمة الآخر سواء في المستشفيات أو مراكز الفقرة ويعني ربنا ينيح أرواحهم جميعا وبيقال برضو أنهم حتى كان خلال الأزمة كان كتير قوي منهم ملتزمين بارتداء الكمامة وكان فيه برضو رفع صلوات من أجل هذا الدير وداع الرهبات كان وداع وحيد ما كانش فيه ناس كتيرة طبعا بسبب برضو القيود المطروقة الموجودة عشان خاطر طبعا هذا الفيروس وبنصلي لراحة نفس هؤلاء الرهبات وإن شاء الله يعني نواصل الصلاة من أجل برضو خدمات كل هذا الدير وكل الأديرة الأخرى من السعودية بقى كان فيه نشطة اسمها فايزة المطير كانت عرضت فيديو لها فترة اللي فاتت عن دخولها للمسيحية وإنها عرفت المسيح وكانت اللي حين نشرت فيديو كان برضو عليه كلام كتير المهمة في الآخر اليومين اللي فاتوا كانت نشرت فيديو زفافها وكان تميزت بأن هي حطت تاج زي ما حضراتكم شايفينه وعلى يعني قمة هذا التاج الصليب وهي كانت يعني قالت أن حفل الزواج أقيم فيه كنيسة وهي كانت نشرة كل ده على حسابها على تويتر ظهرت بالفستان فستان الزفاف والتاج مع الصليب وقالت شكرا للكل أو لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم لكن خفته تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف المطيري يعني بتعرف نفسها عبر حساب على موقع تويتر كناشطة نسوية مدافعة عن حقوق الإنسان كذبة برضو عن نفسها أنها مسلمة سابقة وبتقول المسيح هو ربي مع بداية السنة الملادية الجديدة اللي هو يعني الفيديو اللي انتشر عن دخولها للمسيحية أو معرفتها للمسيح كانت نشرت صورتين صورة وهي بترتدي الحجاب والتانية بدون حجاب مرتدي الصليب وزي ما بقول لكم كانت نزلت فيديو عن إزاي عرفت المسيح بنا تمقنا لها كل التوفيق بالنسبة برضو للصلاوات اللي كان إن شاء الله متفق إن هي تكون في يوم 14 بإذن الله وزي ما قلت لحضراتكم ده كان اتفاق ما بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهر فالبابا فرانسيس قام باتصال هاتفي لقداسة البابا توادرس والحقيقة يعني إدى تفاصيل أخرى عن موضوع ده وقال البابا فرانسيس للبابا توادرس إننا بنرفع الصلاة من أجل سلام العالم في هذه الأيام الصعبة وإنه محتاج إن كل الكنيس تتطفق معا كل الكنيس الإبترسوليكسية وكنيسة الكاسوليكية الرومانية وكل الكنيس مع برضو الأزهر يعني مسلمين ومسيحيين حول العالم نتمنى إنهم يشاركوا في هذا اليوم تذكار يوم المحبة الأخوية وقدست البابا فرانسيس عبر عن محبته وتقديره المصر والمصريين وإنه بيرفع الصلاة من أجل سلام العالم خاصة في هذه الأيام الصعبة وقدست البابا توادرس أكد على أننا نقبل كل ما يصنعه الله معنا وإنه كل الأشياء تعمل معنا للخير وفي نهاية الاتصال تبادلة معا الصلاة ليرحم الله العالم والكنيسة وكل المؤمنين مع التمنيات القلبية بالصحة والسلامة للجميع أما حول استمرار طبعاً إغلاق الأديرة فأسكف ملوي أعلن عن استمرار غير إغلاق دير أبو فانا وبرضو للأسف وقف خدمة الافتقاد للمنازل وده كان إعلان رسمي من نيافة الأنبة ديموتريس أسكف ملوي وانصنع والأشمونين وإنه مفيش أي خدمات افتقاد هتروح المنازل تأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي حتى لو على سبيل توزيع الأربان من قبل أباء الكهنة أنتوا عارفين قلتلكوا قبل كده أن في بعض الكهنة بيعملوا أربان ويوزعوها للناس في بعض الكرة وبعض البيوت فبرضو أكد نيافة الأنبة ديموتريس أنه هيكون في مراعاة للتباعد وبرضو هيكون في اتصال تلفنياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار إغلاق دير أبو فانا ربنا يا رب يعني يفتح كل هذه الكنائس والأديرة قريب إن شاء الله يا رب برضو الكنيسة الإبطية في ميلانو مازالت بتساهم بشكل كبير جداً مساعدات طبية ومأكلات دعماً للحكومة الإيطالية أنتوا عارفين إيطاليا طبعاً من أكتر الدول الأوروبية اللي تضررت بهذا الفيروس وطبعاً كمان أسبانيا فالحقيقة الكنيسة الأورثوكسية في ميلانو أو إبرشيت ميلانو أسهمت بشكل كبير جداً بمساعدات للحكومة أما عن طفل اسمه مكاريوس وهذا الطفل هو أول طفل عمره خمس أعوام يصاب بكرونا في إنا مع والدته وجدته وكان وصل للحجر الصحي بأسيود بنتمنى لهم كل قلوبنا الصلاة وزي ما قلنا قبل كده كانوا بيقولوا الأطفال صعب يصابوا الشباب ولكن احنا عرضنا كذا مرة على حضراتكم أنه للأسف في شباب بيصابوا في شباب بيتوفوا في أطفال برضو بيصابوا وبتبقى حالتهم صعبة وبنتمنى الشفاء لكل من هو مصاب بهذا الفيروس زي ما حد كثير بيقولوا عليه فيروس ملعون الحقيقة أو العدو الخفي وربنا يعني فعلا يرحمنا من هذه الجائحة أما إيطاليا فبالنسبة بقى هنتكلم عن بعض الحاجات اللي فيها استقنف لصلاواته وكده فكان برضو في إيطاليا استقنفت الصلاوات العامة اعتبارا من يعني قالوا هيستقنفوها اعتبارا من 18 مايو فبرضو احنا شايفين مع رفع الإغلاق أو إعادة الفتح أو إعادة الحياة تدريجيا كتير قوي من الناس بدأت تستقنف الصلاوات الجوامع برضو ولكن بشروط صارمة ونتمنى على الجميع أنه أي شروط توضع في أي مكان هيتم فتحه الكل يلتزم من فضلكه لأنه البديل أنه لو حصل أنه فيه يعني رفع الإغلاق وحصل زيادة في أعداد الإصابات هيكون فيه رجوع تاني للإغلاق فاحنا نتمنى أن الكل يلتزم عشان نقدر نستمر بالنيو نورمل اللي هو الحياة مش الحياة العادية بتاعت قبل كورونا لأ الحياة الجديدة اللي إحنا عايزين نستعيدها بشكل جديد هتبقى كده معلش معانا شوائي ما يقرب من 200 أسيس وقاعة العريضة تحس حاكم فيورجينيا على السماح بخدمات الكنيسة الإسبوعية والحياة ده كان برضو يعني زي ما بنقول كده وفي أماكن كتير جدا عايزين الصلاة ترجع تاني فبطرق مختلفة بيحاولوا يوصلوا صوتهم للحكام وخصوصا فيه عفوا في أمريكا الحكم كل ولاية يعني خاص كل ولاية لها حاكمها ما فيش الحكم المركزي يعني ده لا مركزي كل ولاية خاصة بنفسها بتصدر قراراتها لوحدها ما فيش أي ولا الرئيس نفسه يقدر يفرد عليهم زي ما شفنا في الأمور اللي فاتت الفترة اللي فاتت كلها وبالتالي 190 قص عفوا من ولاية فيورجينيا وقاعة العريضة ورفعوها للحاكم رالف نورثم لتعديل أمرين تنفيذيين حتى تتمكن الكنائس من التجمع للعبادة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع مع استمرار جائحة الفيروس اتكي برضو كان فيه بقى في تركيا حصلت حاجة غريبة شوية يعني رجل تركي قرر ان الكنيسة وهم السبب في ان هم نشروا الفيروس في تركيا ورح حارق باب الكنيسة قال لهم هم انتوا المسيحيين اللي انتوا بقولونوا الفيروس فطبعا الشرطة اعتقلتوا اعتقلت شرطة اسطنبول رجلا لمحاولته احراق باب مدخل كنيسة أرمانية في منطقة باكر كوي وكان قال في شاهدته ان انا احرقته علشان هم احضروا الفيروس التاجي الى تركيا الشرطة التركية بدأت التحقيق في الحادث اللي ارتكبه هذا المواطن عقب اخماد النيران وفحص الكاميرات وتم تحديد هويته واكدت صحيفة سوزوجو التركية ان هذا الشخص مختل عقلي يعني المختل عقليا برضو مفيش فايدة اختلال للكنيس وفي أماكن كتير قوي طبعا مصر ودلواتي تركيا نيجي بقى لبعض الامور المسيرة للجدل قبل ما نتكلم على الارقام والدنيا دي كلها وكان منذ قليل برضو دونالد ترامب كان المؤتمر الصحفي النهاردة في البيت الأبيض ابتدى بدري شوية هقول لحضراتكم أهم حاجة بس المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت كده كنت ذكرتلكم على اختيار توكل كرمان من قبل إدارة الفيسبوك ان هي تبقى ضمن مجلس المجلس ده بيسموه مجلس المحكمة العليا او مجلس الاشراف على محتوى البوستات اللي بتتنشر في الفيسبوك فالحقيقة انه فجئنا بان هي تم اختيارها وبعد ما تم اختيارها هي واخرين يعني لقينا طبعا انه كان فيه ردود فعل كتير جدا ووصل الامر لانه كان فيه كمان مرسلات كتير قوي باللغة الإنجليزية لمارك زوكوربرج على صفحته ودعوات كتير جدا من مؤسسات حقوقية كثيرة احنا عارفين هوا هذه الفتاة وتوكل كرمان بالفاكرين طبعا لما كانت هي المفروض ان هي اخوانية واتكتبت ايه على مرسي والكلام ده كله يعني عارفين طبعا من هي توكل كرمان وبرغم من كده هي كانت حصلت على جائزة نوبل لكن ما علينا هالحملة من كتر ما هي جابت نتيجة وناس كتير بقى اتكلموا على الموضوع ده وبدأوا يهجموها وبدأوا يرسلوا دارة الفيسبوك لانه ازاي انتوا تختاروا هذه الناشطة السياسية اليمنية اللي ليها تاريخ كبير في انتماءها لهذه الجماعة الإخوانية الإرهابية لمفروض دول كتير يعني مدرجها كجماعة إرهابية المهم ان هي بقى يعني البعض قال ان الحملة دي نجحت يا جماعة علشان كده هي بدأت تكتب على صفحتها هذا الكلام وكتبته باللغتين العربية والانجليزية وعبرت على تويتر النهاردة السوق بدري كده وقالت ايه بقى قالت انه او يمكن بالليل المهم يعني نهاردة مبارح بالليل اتعرض لتنمر واسع وتحريط فظيع من قبل الاعلام السعودي الموجهة وحلفائه المهم ان اسلم من المنشار اللي قطعت به جسة المرحوم جمال خشوجي انا ذهبت الى تركيا واعتبر هذا بلغ للرأي العام العالمي شفتوا دخلت الموضوع في ايه بالرغم من انه اللي بيهجموها في كل الدنيا مش سعوديين مش السعودية بس اللي هي بتتكلم عنها لكن حاولت تلفت النظر بشكل اخر وحاولت برضو تقول طب انا رايح يا جماعة التركيا وخلوا بالكوا بقى احسن انا المصير خشوجي فبالتالي طبعا الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم البعض اعتبروا ان هو يعتبر يعني من نجاح الحملة اللي كانت شنة ضد تعينها ودي كانت اعلن ماركز كوربرج المرأة الايام اللي فاتت كان عن موضوع مجلس الحكماء ده ففجأنا بانه اختار في مجلس الحكماء اللي هي توكل كيرمان مدير السياسات العامة لدى فيسبوك برانت هاريس كان قال انها بداية تغيير جوهري في الطريقة اللي هتتخذ فيها بعض القرارات حول المضمون الاصعب على فيسبوك وقال ان ده اللي احنا بنعمله ده دلوقتي اسمه محكمة عليا للفيسبوك تكون لها الكلمة الفصل في ابقاء مضمون مثير للجدل او حزفه عن فيسبوك وانستجرام في نهاية جناير الماضي وحتى الان سينضم عشرين عضو مناصفة بين الرجال والنساء وانه اللي هيحصل انه عدد اعضاء المجلس هيوصل لاربعين على مر الوقت وان دول هتكون ليهم المجموعة دي يعني اللي هم الحكماء بقى والمحكمة دي هتكون لديهم خبرة مهمة في عدة مجالات اساسية ولا سيامة في حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية او حتى السلامة الالكترونية والرقاب على الانترنت والشفافة لكن هل احنا نضمن بهذا الاختيار احنا لسه مش عارفين البقيين اشكالهم ايه بس احنا شايفين المعاناة اللي احنا بنعانيها مع فيسبوك لدرجة ان انا شخصيا حد بعثلي ان في صفحة معمولة باسمي بالعربي اسمها مونة روماني عملت بلاغ للفيسبوك ولاقيتهم ردوا علي ان الصفحة دي لا تتنافى مع قواعد الفيسبوك ومردوش يقفلوها طب ده اللي هو ايه بقى يعني الحقيقة يعني زي ما بقول لكم وحاجات كتير بتتعامل وناس كتير بتشتكي من نوع من انواع التمييز والعنصرية وانه في حاجات بتبقى عداية جدا بيشلوها في صفحات لمجرد انها بتقول كلمة الحق بيقفلوها وما بتكونش فيه اي حاجة ولا بتحرد ولا اي حاجة خالص وصفحات تانية بقى بتحرد وبتعمل عمايل صعبة جدا وايهانات وازدراء وسايبينها مفتوحة فمعرفش بصراحة يعني الواحد قلقان من الاختيار ده انك انت العشرين دلوقتي فيهم تواكل كرمان حمش فيه عالفين باقي العشرين شكلهم ايه ولا الاربعين دول هيكون شكلهم ايه ولا الدنيا هتتغير ولا هتفضل زي ما هي وهيبقى برضو النوق الامر كله برضو فيه تمييز الحقيقة يعني ربنا يعني يرحمنا فإلا حصل زي ما بقول لكم لدرجة طبعا انه كان يعني عشان برضو نعرفكم انه مش من السعودية بس زي ما هي كتبت ده رواية مواقع تواصل الاجتماعي كلهم من مصر وعمان والكويت ودول كتيرة جدا وامريكا وأوروبا كلهم كتبوا مطالبين بانه يتم إلغاء عضوية كرمان من اللجنة دي اللي هي سمية الحكمات لدرجة كمان انه كان فيه تحرك برلماني في مصر ومن جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب النواب البرلمانيين العرب دعا الى البدء في تحرك جماعي تحت مزلة البرلمان العربي اللي اعتراض على ما اسمها مهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الاشراف العالمي على محتوى فيسبوك وانستجرام فده الحقيقة اللي زي ما بقولكو ان الامر وصل لغاية ايه وطبعا الدكتور خالد منتصر برضو كان نشر من صور من حساب توكل كرمان على تويتر وهي بتدعم الفكر الاخواني وتبايع الرئيس السابق محمد مرسي فاكرين لما قالت ان احنا قتلنا اخر الانبياء يعني شوية حاجات كده غريبة المنظر الحقيقة كانت اتعرضت ويعني زي ما بقولكو احنا كلنا فاكرين الحاجات دي ومش نسينها وبالتأكيد طبعا يعني انه مثلا قتلناك يا اخر الانبياء لو تفتكروا اللي نشرته ده فاكرين ده قتلناك يا اخر الانبياء قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والاولياء برضو كتبت صلوا عليه وسلموا تسليما على محمد مرسي يعني فالحقيقة يعني مش عارفة الواحد يقول ايه وحاجات كتيرة جدا كانت يعني في صفحتها وبوستاتها السابقة بتشير الى يعني انتماءها لهذه الجماعة الاخوانية الارهابية فده يعني الحبين بس نقوله على القصة دي نيجي بقى للموضوع التاني اللي اثار الجدل في مصر وهو الفنان احمد الرفعي احمد الرفعي بيمثل في مسلسل الاختيار المسلسل من تأليف باهر دويدار واخراج بيتر بيتر ميمي وهو انتاج سينورجي والحقيقة هو بيؤدي دور مفتي جماعة انصار بيت المقدس التكفيرية عمر رفاعي سرور المهم انه كان الحقيقة فيه ناس اشادت بانه ايه ده الدور تلقائي كده ويعني التمثيل تمثيل متميز في انه اتقان هذا الدور الى انه فاجأ بانه كتب على المرحوم والشهيد فرج فودة كتب عنه انه نفق ايه ده يعني حاجة يعني كانت قالك ذكرى نفوق فرج فودة ووصف اسلام البحيري في تعليق له بالحاد البحيري اللي هو يعني غريبة جدا بصراحة فقالك انها المرة الاولى التي يظهر فيها المصريون يظهر فيها المصريون الفرح لموت انسان من تعليق لاحد الكتاب في ذكرى نفوق فرج فودة ايه ده انت فرحان وبتقول عليه نفوق يعني حتى نفوق دي انا اسفة جدا يا جماعة واسفين لأسرة يعني فرج فودة بانه بيتكلموا عنه على انه يعني دي ما بتتقالش على الانسان اساسا كمان الكلمة دي وكمل بقى وقال لك صواب المنهج اهم من اصابة الحقيقة نفسها بل يختفر الخطأ في النتيجة طالما كان المنهج صوابا فيه مجمله ولا يختفر الخطأ في المنهج وان كانت النتيجة مش عارف ايه ويجي برضو في بعض التعليقات ووصف اسلام البحيري طبعا تم تجميعه بيتكلم عن حاجة فبيقول له قصدك زيدان قال له لا الحاد بحيري بدل اسلام بحيري وصفوا بانه الحاد بحيري طبعا كان قابليها بيوم ولا حاجة كان يعني كاتب الدكتور خالد منتصر بيشيد باداءه الفني المهم كان برضو نشاطاء كتير ومنهم الأستاذ أمير فهمي برضو من أمريكا كان كتب عنه من حقك تختلف مع اسلام بحيري كما تشاء تصف أفكاره بما تشاء لكن في حدود عدم الدفع بأي شيء من شأنه الإزاء البدني لكن اعتقد ان مش من حقك اما تجيب سرطه تشير لإسمه بإلحاد بحيري لأن دي فيها فحص في النواية ده غير انها في بلدنا بتعتبر دعوة صريحة لاستحلال الدم ولا ايه رأيكم هو الملحد بيكون ايه اللي بمفروض يتعامل معي الحياة لقينا طبعا كل الناس بدأت طبعا يعني يعني تدرك ايه اللي بيحصل جايبين إرهابي بجد يقوم بالدور بيصف اغتيال الدكتور فرج فودة بالنفوق بيكمل أفكاره الإرهابية مع أصدقائه في الكومنتات على بوست كان كاتبها على صفحته يوم 12 يونيو 2019 وبعد أربع تيام الزكرة 27 لإغتيال دكتور فرج فودة ده بقى الممثل اللي بيمثل في مصارح الدولة ودلوقتي بياخد إشادات يامة على دوره في مسلسل الاختيار اللي بيجسد فيه دور ابن رفاعي سرور وبيلعب دور مفتي الجامعة الإرهابية اللي هشام عشماوي كان معاها ونعمل اختيار فعلا التحديث وهو صحيك المدفع لأ الحفلة حزف البوست لكن لسكرينات كانت الناس قدرت إن هي تصورها ده الفكرة حضراتكم برضو يعني كان بيقول وهو فين الآخر راح فين يا صديقي ما هو راح البلاعة برضو ذكرى نفوق وعدت من كام يوم سمعت عنه حاجة في طبق اليوم حتى يعني تفضلوا الكلام اللي كاتبه طبعا الحقيقة ده طبعا بيسيق لفرق فودا وبيسيق لتاريخه اللي احنا كلنا عارفينه ودكتور خالد منتصر اعترف بأنه كان الحقيقة أخطأ في أنه هو أشاد بهذا الممثل فبيقول أعتذر عن كل ما قلته بعد أن عرفت فكره السلفي فالفنان الحقيقي ولو كان كوكتيل من أنتيني كوين ورابرت دينيرو لا يستحق لك فنان إذا لم يتصف بالإنسانية فالفنان لا يصف أحد مات في سبيل الدفاع عن فكرته بأنه نفق كالحيوانات من الممكن أن أسمع هذا الوصف الوضيع من تكفيري فاشي لكن مش متوقع أن أنا أسمعه من الفنان إيه هو الفرق بين معجم حبارة وأمثالهم الإرهابيين وبين معجمك هو يستخدم نفس قموس الدواعش في وصف اغتيال فرق فودة يصف إسلام بحيري بالملحد لأنه فقط مختلف الرؤية وكأن هذا الممثل معه كرنيهات الجنة وتصريح الإيمان حزين على اختطاف الجيل الجديد من الفنانين بواسطة نداهة الدعاء السلافيين وأعلن أنني نادم على كل حرف كتبته عن هذا الشخص أيضا الحقيقة بنت المرحوم فرق فودة برضو كانت علقت على الموضوع ده الحقيقة وبرضو يعني كانت بتشكر بعض الناس بتقول أنا ما تفرقتش على مسلسل باختيار زيكم أنا بشكر كل الناس اللي مسحت البوست على قائمة أصدقائي مراعاة لمشاعري بشكر كل الناس اللي دفعت واستنكرت كلام هذا الممثل المتطرف ليه بقى حضرتك متطرف عشان حضرتك ما قلتش رأي مقابل رأي فكر مقابل فكر ساعتها كنت احترمك واحترمت اختلافنا في القراء والأيدولوجية حضرتك اكتفيت بالسب والقصفك عهدنا بك اكتفيت بمشايخك اللي كذبوا وافتروا وظلموا وظلموا وشاهدوا زور أمام المحاكم وبيانات التكفير هيكت بقى رسالة الحياة طويلة في مختصرها طبعا انه للأسف الشديد هي يعني زيها زي ناس كتير قوي الحقيقة صدمت يعني وان دي سقطة كبيرة وحزينة ان بدل ما الدولة هي اللي تاخد لي حقي منكم اعطتك مساحة تجرح فينا وفي قامة فكرية مصرية زي فرج فودة هذا الأمر الحياة شيء مؤسف جدا هو بعد كده بقى اعتذر وقال لك اكر أنا المواطن المصري المسلم اللي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان واللي نشأ كمان شأ كل مصري على حب كل ما هو مصري ولم أكن في يوم الأيام ولن أكون ان شاء الله منتميا لأي من طائراتها وجامعة الدينية أو الفكرية وقال لك يعني قاعد طبعا ولكن لم يقبل هذا الاعتذار لأنه الكلمة اللي بتخرج خلاص طبعا والفكر وتنم يعني بتقول الفكر ده فكر شكله ايه ربنا يرحمنا يعني بصراحة وإنه اللي احنا شايفينه كده إنه للأسف الشديد يعني هذا الفكر السلفي الوهابي تفشى يعني وسط شباب كثيرين منهم زي ما انتم شايفين على الجانب الآخر بقى بيتر ميمي هو مخرج مسلسل الاختيار هو طبيب بشري احترف الإخراج والحية طبعا الإخراج بكل المقيس في هذا المسلسل ناجح بشكل كبير جدا وهو برضو كان بدأ العمل ودخل في تجربة إخراج قبل كده وما كانتش ناجحة قوي ولكن بعد كده كان فيه مسلسل أب الروحي قصر الدنيا وبعده مسلسل كلبش واحد واثنين وثلاثة وفي السينما كان فيه حرب كرموز وكذابلانكا وصولا إلى مسلسل الاختيار بيتر عنده 33 سنة وأصبح من أهم المخرجين بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله حاجة تانية برضو مخصوص مرادة رمضانا عفوا الحاجات اللي بتزهر في رمضانا هو إعلان مدينتي مدينتي المرة اللي فتت سنة اللي فتت كان فاكرين كان فيه غني الأصالة مدينتي المهم إنه السنة دي بقى حاولوا إنه هما يعرضوا للناس قد إيه مدى التمييز في هذه المدينة إحنا كلنا شابه بعض إحنا بلزي حد تاني إحنا عندنا إحنا عندنا إحنا عندنا طبعا هما من وجهة نظرهم إنه هو ده بيحاول يعني يستقطب الناس اللي هما عايزين إنه هما التمييز اللي هما بيعتبروا على حسب نس كتبت كتير إنهما 5% المجتمع المصري فقالك طب إنت يعني جاي بالموضوع ده ليه يعني دلوقتي المهم حصل طبعا موجة كبيرة جدا من السخراء يعني ما أقولكوش على كم من الحاجات اللي كتبت طبعا على موضوع مدينتي ونزل الشعب المصري كعادته يعني عملوا كوميكس وتعليقات ناس كتيرة قوي لدرجة إنهما حتى في واحد عمل إعلان عن فيصل على نفس مستوى مدينتي قالك إحنا في فيصل برضو مش عارف بيحصل إيه وإحنا فيصل إيه الكلام ده كله فالحية طبعا الموضوع ده خلى عمر أديب قال طب ماشي طب إحنا بقى نجيب هشام طلعت مصطفى علشان يرد على منتقد إعلان مدينتي وكانت هنا الصدمة إنه هشام طلعت مصطفى طبعا عمر أديب كان بيدافع بشكل كبير قوي عن إعلان وعن مدينتي والكلام ده كله وإدوا الفرصة إنه هشام طلعت مصطفى يقول على المصريين اللي انتقدوا هذا الإعلان إنهما نفوذ غير سوية بنهديهم طبعا ده بقى زاد الموضوع يعني زي ما بيقولوا كده زاد الطينا بلى وطبعا ناس كتير اضايقت قوي يعني إيه نفوذ غير سوية مين أنت ما بنفكرك بقى إنك أنت كنت تسجنت بسبب تحريض على قتل سوزان وفي إيه ومنه ما يصحش إنه الكلام يكون بالطريقة دي وإنه مش مفترض إنه كان يكون أنا يعني لخصت لكم الموضوع بشكل كبير قوي وطبعا عمر أديب كمان نفسه برضو شن الهجوم معاه وقال لك يوجد ناس تفهى تريد تدمير رجال الأعمال بشكوش فالموضوع يا جماعة هي الفكرة يعني حتى لو الناس انتقدت طب ما تشوفوا الناس انتقدت لي يعني أكيد في حاجة وصلت لأنه عدد كبير قوي من الناس اللي هي طبعا يعني كانت شايفة إنه الإعلان كان استفز الناس يعني واستفز خصوصا لأن الشريحة الكبيرة قوي من الشعب المصري شعب بوسط في حتة كتيرة يعني عارفين طبعا والزحام والدنيا فمعلينا يعني ففي النهاية طبعا ده كان الموضوع نيجي بقى للنهاردة حادث حصل الحقيقة كان غريب المنصر مفروض إنه فيه تجارب في إيران المفروض يعني اللي هي بيسموها يعني زي ما أنتو عارفين كده بيحصل من وقت للتاني نوع من أنواع الاستعراضات فاللي حصل إنه فجئنا بإنه أول حاجة قالت إنه تم استهداف سفينتين حربيتين أو سفينة أو بارجة أو مدمرة إيرانية بين إيران صديقة طب إيه إيران صديقة ده المفروض ده كان في بحر عمان إن ران الصديقة اللي ممكن تكون أسائت ونزلت ساروخ يعني أخطأ هدفه ونزل فطلع إن الساروخ ده إيراني وإن البارجة والمدمرة إيرانية كشفت البحرية الإيرانية فجر اليوم النهاردة حقيقة الأخبار المتدولة بشأن مقتله إصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث قصف بالخطأ بين سفينتين حربيتين إيرانيتين في مضيق هارموس البحرية الإيرانية قالت إن المنطقة البحرية الأولى في ميناء بندر عباس أفادت بتعرض البارجة الحربية الإيرانية كانراك لحادث قرب مدينة جاسك في بحر عمان وإن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأحد يعني إحنا لقينا الخبر النهاردة لكن طلع إن الحادث كان وقع مبارح في أثناء إجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الإيراني مما قدى هم قايلين إنه استشهاد شخص وقصبت عدد آخرين لكن طبعاً الكلام اللي تقال واعترضوا وقالوا الفيديو ده مش صحيح الله أعلم برضو بمدى صحة الموضوع ولكن أغلبية التقارير بتقول إن في 19 شخص توفوا وإصابات متعددة وإنه الموضوع ده حصل عن طريق الخطأ وإنتوا عارفين طبعاً إنه دي مش أول مرة تخطئ فيها إيران فاكرين الطائرة اللي هي أسقطتها إيران وقت الموضوع اللي كان بعد مقتل سليماني من قبل أمريكا فبرضو كان ساعتها في الأول قال لك لا ما حصلش وإحنا ده مش ما عندنا واتضح إنه الصاروخ كان أطلق من إيران وراح دحية عملية الخطأ ده برضو أرواح كسيرين فالحقيقة زي ما قلت لكم إنه دلوقتي الفيديو ده اللي إحنا كنا عرضناه من شوية القوات البحرية في الجيش الإيراني نفت صحته والموضوع ده لسه طبعاً منتشر في وسائل الإعلام موضوع تاني من اليمن إنه في مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي بمنطقة شقرب محافظة أبيين جنوب اليمن والوضع برضو في اليمن وضع مأساوي بكل المقاييس الصراعات مازالت مستمرة تبادل قصف مدفعي بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبيين جنوب البلاد قوات الحكومية دخلت مركز المحافظة وشنت وبعد كده القوات الانتقالي الجنوبين سحبت للخلف يعني الصراع مازال على الأرض صراع شديد جداً والمجلس الانتقالي الجنوبي كان قال إن القوات الحكومية شنت الهجوم على قواته في محافظة أبيين متهم الحكومة بأنها فجرت صراع جديد يعني الصراع مش بس بين الحوسيين والسعودية دلوقتي أو التحالف السعودي لا ده صراع جديد دلوقتي فغير بقى إنه الوضع بالنسبة لكورونا وضع مأساوي جداً لدرجة إنه منظمة الصحة العالمية انسحبت وقالت إنه الوضع الصحي والوضع المستشفيات بتردي للغاية وإنه لو كورونا انتشر يعني هيبقى الناس دي كوليرا الحرب والكوليرا والمجاعات وكمان أدي الصراعات الجديدة وكورونا ربنا يرحم شعب اليمن الحقيقة لأنه الوضع يعني فعلاً وضع صعب جداً برضو صراعات أخرى مازالت مستمرة في ليبيا يعني ما بين برضو التحالف بقيادة أو ما بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وما بين قوات اللي هي مدعومة من السراج اللي هو بيعتبر الحكومة المعترف بها دولياً الناطق باسم قوات حكومة الأفاق الليبية العقيد طيار محمد كونونو قال إن سلاح الجو نفس ثلاث دربات جوية على قاعدة الوطرية الجوية ومحيطها يوم أمس الأحد وقال إن القصف أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسكوت عشر عناصر من قيادات القوات العامة بين قتيل ومصاب وقال إنه بيان العملية اسمها بركان الغضب نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مهم إنه طبعاً الوضع متأزم بين إنه اتهمات من الجانب التركي والمؤيدين بإنه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بتدعمه روسيا وبتدعمه الإمارات وبتدعمه مصر وفرنسا وعلى الجانب الآخر طبعاً هناك برضو مصر واليونان وأبرس وفرنسا والإمارات ندده في بيان مشترك ما وصفته بالتدخل العسكري التركي في الليبي يعني تركيا واللي معاهم أو يعني مؤيديهم يعني بيندده بتدخل مصر والإمارات وروسيا وإنها بتدعم خليفة حفتر وعلى الجانب الآخر طبعاً مصر واليونان بيندده بدعم تركيا لفائز الصراع وما زال هذا الصراع مستمر وطبعاً النهاردة ده كان بيان مشترك رسمي من مصر، اليونان، أبرس، فرنسا، الإمارات بالنسبة للتحرقات تركية غير قانونية في المتوسط ده بالنسبة ليبيا يعني الصراعات في ليبيا مستمرة الصراعات في اليمن مستمرة وكلها حاجة يعني برضو مأسوية في ظل زمن كورونا كمان بالرغم من تونس أعلنوا النهاردة أنهم صفر إصابات ولكن كان في مخطط إرهابي بيستهدف الأمن التونسي ووزارة الدفاع التونسية أعلنت إحباط مخطط إرهابي كان بيستهدف عسكريين وأمنين في القصرين غربية البلاد وده كان حسب بيان لوزارة الدفاع وقالوا أن كان في تحرقات مشبوهة لمركبات في المنطقة وبعد تفتيشها تم العثور على بعض المعدات المخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة تونس من حوالي منذ عام 2015 فرضت حالة التوارئ لما كان وقتها في انتحاري استهدف حفلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة مما أدى إلى مقتل 12 عنصر أمني وتونس كانت في الأوقات اللي فاتت كلها برضو كانت شهدت عمليات إرهابية بتستهدف قوات الأمن والجيش والسياح الأجانب وبرضو في زمن كورونا ما فيش فايدة زي ما قلنا الإرهاب مستمر الصراعات مستمرة وحاجات كتيرة للأسف مستمرة وما فيش حد بيتطعس أما في العراق بقى فإحنا كنا الفترة اللي فاتت مفروض طبعا نبارك للعراق لأنه أخيرا الحمد لله بقى عندهم رئيس وزراء وهو الحقيقة مصطفى القازمي والحقيقة أنه كان فيه تهنئة لتوليه المنصب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومايكو بومبيو ومصر وكتير جدا هنو العراق وهنو مصطفى القازمي على تعيينه كرئيس وزراء الحقيقة مجرد ما تعين يعني أصدر قرار بأنه يتم الإفراج عن جميع المتظاهرين بالسجون العراقية وبيقول وجهت وبيؤكد وجهت باعتقال المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة وسلمية الاحتجاج واجب يشترك به جميع العراقيين فدي طبعا كانت لها إشادة برضو أنه دلوقتي بيحاول أنه يحقق في كل الحاجات اللي حصلت في العراق الفترة اللي فاتت وقرار الإفراج ده طبعا لقى إعجاب كتير قوي من العراقيين كتير مش بس كده ده النهاردة كان فيه فيديو ليه وهو بيكلم أخوه بشكل حد جدا وفي مكالمة فاتح الصوت وبيقول له أنت ما تروحش تقول أنك أنت أخو القازيمي في أي حتة عشان تخلص أي حاجة أنت أخويا كبير قا على عيني وعلى راسي لكن يعني لن أسمح ليك بأنك تعمل كده فكل دي حاجات مبشرة بالخير جدا بالنسبة لتعيين رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازيمي وإن شاء الله يارب يكون خير للعراق وخطوة في إطار الأمور الأحسن والأفضل في العراق إن شاء الله والنهاردة برضو كان فيه مكالمات هاتفية ما بين القازيمي والرئيس دونالد ترامب برضو بالنسبة لخطة مكافحة فيروس كورونا كورونا بقى في العالم وصلنا يا ترى للأرقام قد إيه والدنيا شكلها إيه ومين اللي هيبتدوا يرفعوا الإغلاق أو يفتحوا الحياة شوية تدريجيا ومين اللي هيزودوا القيود وقلنا قبل كده ودايما بقولها لحضراتكم المقياس هو عدد الإصابات وصلت لغاية فين وبرضو عدد الوفيات وبتقل له ولا لا يعني بناخد الإحصائيات بالنسبة لعدد الوفيات والإصابات وده اللي بيدي الانطباع أو بيدي التوجيه للدول إن هي تفتح أو ترفع الإغلاق ولا تزيد القيود وبرضو ممكن تلاقي في الدولة الواحدة جراءات مختلفة من مدينة لمدينة أو من ولاية لولية زي مثلا في أمريكا أو برضو زي في ألمانيا وصلنا يا جماعة احنا الحلقة اللي فاتت وحنا معاك وكنا وصلنا إلى 4 مليون فاحنا دلوقتي من حلقة الجمعة للنهاردة اللي زادوا على 4 مليون 242,959 فده اللي وصل الأعداد الإصابات حول العالم لهذا العدد أما حلات الوفيات فتعدت 280,280,536 حلات التعافي الحمد لله 1,521,332 يعني برضو الحمد لله وعشان كده هيب الأخضر فيعني ربنا كده يزود من اللون الأخضر أعداد الأرقام اللون الأخضر يا رب إن شاء الله بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي بالفعل أول ولاية ولكن الحقيقة النهاردة كان المؤتمر الصحفي بيأكدوا أن الفحوصات اللي هي 9,7 مليون هتزيد أكتر وقرنوا ما بين الفحوصات اللي قامت بها أمريكا وما بين الفحوصات اللي قامت بها كوريا الجنوبية والحقيقة كانت كوريا الجنوبية هي المتربعة على عرش عدد الفحوصات الحقيقة لكن الحمد لله دلوقتي بالنسبة لأمريكا 9,7 مليون وقالوا أنه فيه تنوع في الفحوصات وأنه فيه فحوصات جديدة أقرتها الـ FDA اللي هي منظمة الأغذية والصحة والدواء في أمريكا فدي كلها برضو بتؤكد أنه إن شاء الله الأمور أحسن بالنسبة برضو للوفيات لو حضراتكم هتشوفوا الحمد لله الوفيات فعلا لنا كان يوم 700 الجديدة في أمريكا فدي برضو حاجة كويسة قوي برضو على مستوى أسبانيا على مستوى بريطانيا على مستوى معلش ممكن تجيب لي الوفيات الجديدة بترتيبها معلش لو نشوف الفكرة أنه دلوقتي بغض النظر عن ترتيب مين اللي برضو أكتر عدد في الوفيات الجديدة هنلاقي طبعا نمرة 2 فرنسا نمرة 3 البرازيل البريطانيا بعد كده وبعدين اللي احنا شايفينه وقاس قوي إيطاليا وأسبانيا جماعة قلت بشكل ملحوظ جدا جدا ده خلى الحقيقة أنه الحمد لله أماكن كتير بدأت تفتح بالنسبة لمصر بقى بالنسبة للدول العربية مش وغدا أي اللي حصل أنه كان مفروض أنه أكتر نسبة وفيات الجزائر وأكتر نسبة إصابات السعودية فاللي حصل من إمبارح الوضع يتغير أو من أول إمبارح يمكن ومصر بأتنى مرة واحد في عدد الوفيات وكمان عدد الإصابات زادت بشكل كبير جدا وده خلى فيه جدل كبير قوي حوالين هل يبتدي يبقى فيه حظر شامل ولا لأ حظر كل يعني وكان برضو مستشار الصحة دكتور عود تاج الدين كانت تحدث في هذا الأمر وبعد كده إحنا بندرس يا جماعة أنا ما قلتش أنه إحنا خلاص هنعمل حظر شامل وبيدرسوا الأمر ده واحتمال يكون من قبل العيد المهم أنه شكرا زملنا بالنسبة لمصر 533 وبالنسبة إحنا أنا بنتكلم عن الدول العربية الجزائر بتيجي بعديها على طول الجزائر 507 فيبقى مصر دلوقتي بالنسبة لعدد الوفيات هي تعتبر أول دولة في الوطن العربي للوفيات وبالنسبة للسعودية هي أول دولة في الإصابات بالنسبة بقى للتصريحات بسرعة كده لأنه الحياة الوقت بنلاقي عدة بسرعة دونالد ترامب كان أعلن أنه أعداد كورونا بتتراجع في أمريكا وأنه نحن بنحقق تقدم ضخم وأنه طبعا أعداد الفحوصات بتزيد بشكل كبير جدا فيه برضو دعم كبير للتجارب اللي بتتعامل على اللقاحات وأنه فيه تعاون ما بين أشاد النهاردة يعني قبل ما نجي مع حضراتكم على طول على الهوى أشاد بالعلاقة والتنسيق ما بين أمريكا وألمانيا بالنسبة لموضوع اللقاح فدي برضو حاجة مبشرة بالخير يا مساهل يا رب في نفس الوقت برضو كان الحياة الأيام اللي فاتت برضو اتضح أنه واضح كده أنه ما كانش فيه إجراءات يعني كافية في البيت الأبيض فلاقينا أنه حارس الشخصي لترامب أصيب مساعد المساعد نائب الرئيس دونالد ترامب اللي هو مساعد بينس برضو أصيب وكورونا كمان بعد ما تم الإعلان عن إصابة الحارس الشخصي ومساعد نائب الرئيس أعلنوا عن أنه في 11 موظف بالخدمة السرية الأمريكية أيضا أصيبوا بفيروس كورونا لقينا كمان إيفانكا ترامب أعلنوا عن أنها برضو المساعدة الخاصة بيها برضو أصيبت بفيروس كورونا عشان كده من يوم الجمعة اللي فاتت وكان رئيس ترامب وبينس كان رئيس ترامب كان أعلن أن هو ونائبه وبينس يعني هيعمله تحليل كل يوم إحنا شركة أبود دلوقتي عاملة تيست اللي هو في خلال 5 إلى 15 دقيقة بتطلع النتيجة أنا برضو مستغربة أنه ليه مصر مابتدتش تستعين بالتست ده للناس اللي هم جايين من أنتوا عارفين دلوقتي مصر بتعمل مجهودات كبيرة قوي بأنها بتجيب الناس اللي هم في أماكن كتير خارج مصر من السعودية ومن الكويت ومن حدث كتيرة ومن أمريكا وشوفنا وبياردين بيروحوا يعودوا في فنادق وبتصرف عليهم تماما في أكل وشرب وإقامة وكل حاجة لمدة 14-15 يوم طب ليه ما يتجابش التست ده أو اللي جايين من أي حتة يبتدوا يعملون لهم التست ده وبالتالي هيبين ما أنت بتعملهم حاجة 15 يوم عشان خايف أن يكون حد منهم عيان أتمنى أنه يكون الفكر ده في المتاح بحيث أنه ما اعتقدش أبدا أن تكلفة الاختبار ده أو الفحص ده هتكون يعني أعلى من تكلفة إقامة شخص لمدة 14 يوم في فندق واكل نام شارب أو أي في أي حتة تاني عموما بالنسبة برضو كان قاله برضو في 16 موظف تاني من جميع الهيئات الموظف الهيئات الأمريكية برضو يقبعون قيد الحجر الصحي أنتوا طبعا عارفين أن فاوتشي وكان برضو في حد تاني كان أول ما عارفوا أنه هو الطبيب يعني أنه في ناس من اللي احتاجوا بيهم نائب بينس أو زكال حارس الشخصي لترامب أعلنوا عن أنهم هيدخلوا في حجر 14 يوم فيه كمان متحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي قال نائب الرئيس مايك بينس لا يخضع للعزل الصحي وغير مصاب بفيروس كورونا عندنا برضو زي ما قلتلكم المساعدة الشخصية لإيفانكا ترامب برضو أصيبت فيه كمان بطل فنون كتالية ينسحب من أول حدث رياضي أمريكي كبير منذ الإغلاق بعد إصابته بفيروس كورونا وهو اسمه رونالدو سوزو كمان كان فيه برضو في كاليفورنيا بقى احنا طبعا في كاليفورنيا الناس كانت عاملة مظاهرات قد كده عند منطقة اسمها هانينجتون بيتش على المحيط وبعدين بدأ يعني حاكم كاليفورنيا يفتح الدنيا شوية لحصل الناس بقى بدأت تنطلق بشكل كبير أويزة مقلت لكم وبعدين كان فيه عيد ميلاد وعيد الميلاد ده كان فيه حد مصاب بتسبب في أنه هو عادة كل الناس اللي كانوا في عيد الميلاد ده في كاليفورنيا كانت وقالوا وكشفوا عن الموضوع ده أنه ده كان حصل في مارس كشفوا كمان عن أول حالة نشرت أو أول حال كان أول حد كان مصاب بفيروس كورونا انتوا عارفين فيه حاجة اسمها المريض زيرو أو المريض صفر بيدوروا دايما في كل مكان عن مين هو أول مريض كان نشر الفيروس لقوا أن أول مريض نشر الفيروس في كاليفورنيا اللي دلوقتي بيقل تقريبا عدد الحالات 60 ألف المصابة كان ده عيد الميلاد كان فيه صالون الأظافر عشان كده في الفتح سياسة الفتح أن صالونات الحلاقة والأظافر دي آخر حاجة هتتفتح فدي برضو من الحاجات اللي كانت مهمة مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قال إيلان ماسك كان الحقيقة برضو بيقول أنه عشان خاطر العوائق اللي قدام فتح مصنعه في كاليفورنيا نتيجة للإغلاق فبيفكر وبيهدد بأنه يعني هينقل المصنع الخاص بالسيارات الكهربائية التيسلا إلى مكان آخر وقال احتمال تبقى تيكسس فقال كده قال بصراحة على تويتر أنه دي القطرة اللي أفضت الكأس ستنقل تيسلا الآن مقرها برامجها المستقبلية إلى تيكسس نيفادا لكن ذلك قد يكون وحدا من بين تهديدة عدة أطلاقها المستثمر على الإنترنت دون أن يطبقها ولكن بيقولوا أنه يعني احتمال كبير يحاولوا أنه هما يزبطوا الدنيا شخص خالف قوانين العزلة فالتهمته فالتهموا الكرش ده برضو في كاليفورنيا الحقيقة راكب أمواج النهاردة الخبر ده منتشر بشكل كبير جدا عنده ستة وعشرين سنة وسط الأمواج العاتية على بعد تسعين متر من الشاطئ هجمه سمك القرش الحقيقة وتوفى يعني برضو الله يرحمه بس الحكاية صعبة جدا بالنسبة برضو الموضوع السفر وإمتى يتفتح السفر كلام كتير بيتكلموا عن الموضوع ده ونتعارفين خسائر شركات الطيران في كل حتة في العالم فيه فكر أنه تبتدي تتفتح المطارات ويبتدي يبقى فيه طيران داخلي الأول وبعد كده تبتدي يبقى بين الولايات وبعضيها وبعدين يبتدي بعد كده يكون الطيران الدولي بحيث أنه هيكون فيه فحص درجات حرارة فيه برضو بعض المطارات قالت أنه ممكن شركات بعض الشركات الطيران توفر أنه يكون فيه إجراء فحص للفيروس نفسه فدي كلها اقتراحات وأنه لازم الناس هتكون لابسة المسكات كان الأول قالك أنه نحن نحاول أنه نفضي الكراسي اللي في النص ويبقى فيه التباعد في الطيرات الحقيقة قالولهم أنه يا جماعة التباعد ده ملوش لأن الهوا بيتقلب في الطيرا ففكرة التباعد وانت في الطيرا دي فكرة صعبة لكن وهتكلف هتخلي كمان التذكرة هتبقى غالية قوي فقالك إحنا بنفكر أنه ما يبقاش فيه موضوع المقاعد الفارغة دي ولكن الناس تلتزم بلبس المسكات ويكون التعامل ما بين الكروب تاعة الطيارة مع الناس أقل والحقيقة أنه فيه مؤشرات كتيرة قوي بتقول أنه خلال مثلا بعد يعني يمكن في الفترة اللي جاء زي ما أنتوا شايفين وأن الطائرات هتتعقم وكل ده وفيه طيران شغال دلوقتي طبعا بس مش بالنسبة بتاعة الفترة اللي فاتت فدي برضو بالنسبة لإمتى هتعود هيعود الطيران بالنسبة لمصر زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل للأسف موضوع أنها كانت أعلى نسبة دلوقتي أو أعلى دولة في القطة العربي وسط الدول العربية في الوفيات بناخدها معاكم من يوم السبت لقنا 488 حالة و11 حالة وفاة ده كان يوم السبت فبصوا 514 نيجي لليوم الحد لقنا 436 حالة و11 حالة وفاة النهاردة قلت شوية وعشان كده برضو قالوا فيه بريقة أمل شوية لكن الأرقام الحقيقة وصلت لمعدلات كبيرة قوي ووصلت النهاردة وهو دي آخر إحصائيات 9746 حالة إصابة في مصر 533 وفاة بالنسبة برضو تم الإعلان عن إصابة الدكتورة نيفين النحاس معاون وزيرة الصحة ومدير المكتب الفني الوزيرة لكن ما سمعناش الحقيقة إذا كانت وزيرة الصحة نفسها هتعلن أن هي هتدخل في عزل أو هتعمل التست ولا إيه الأخبار لأنه طبعا كانت بتتعامل معها المهم أن وزيرة الصحة قالت عن زيادة أعداد المصابين إنه كانت دي تعتبر مسؤولية المواطنين لأنه المواطنين للأسف الشديد مش بيلتزموا وكان فيه استهتار فعلا موثق بفيديوهات وإحنا عرضنا بعض الفيديوهات الحلقات اللي فاتت مفيش نفس الحكاية برضو أي حد بيكون مصاب في قرية ويرجع القرية بيستقبلوا بزفة بلدي وإنتوا شايفين الناس يعني فرحانين أيها جماعة بس ما ينفعش برضو أهالي البهليل في سوهاج يعني ده حدرتكم أهالي قريتين بالأليوبية وبعدين في سوهاج برضو نفس الحكاية وبعدين كان فيه برضو تجمع أهالي زفة لنقل جهاز عروسة وفرحانين بقوا بزغراته والكلام ده كله كان فيه برضو أهالي مدينة دامنهور بالبحيرة زي حمش ديد جداً أمام محلات الحلويات لشراء المنتجات الرمضانية وكعك العيد بكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري بعد ما تفتحت على طول زي ما حضرتكم شايفين الناس على بعضيها إزاي ما هي يا جماعة ما ينفعش أنه حتى يكون يعني طبعاً فيه ناس كتير قوي مش لابسة الكمامة دلوقتي قالوا هيفرضوا غرامة خمس تلاف جنيه على أي حد مش لابس الكمامة أو الماسك راح المصريين قال لك لا بقى روفروا هالنا لأول وبعدين بقوا تكلموا يا جماعة الموضوع ده لازم يكون وقالك احنا بالرهن على وعي المصري ومش عارف الكلام ده كله طب يعني لازم تلتزموا أرجوكم في حاجة مشركة أهي وفي حاجة تعملت في محافظة دميات المحافظة الدكتورة منال عود أعلنت عن صفر وصول صفر إصابات للدميات والحيب الرغم من كده قالت احنا هنحافظ على صفر كورونا فهيكون فيه إغلاق للشواطئ في العيد وهيكون فيه برضو إجراءات حاسمة هتؤخذ في الدولة طبعاً يعني على الجانب الآخر بقى يعني برضو دكتور خالد منتصر قال لك إيه قال لك آه فهتلاقي طبعاً إيه ده دي محافظ وست ومش لابس حجاب إذا كانوا بهدلوا أم لعب الكرة محمد هاني على إنه والدته مش لابس حجاب فقال لك يعني صديقي حزيفة مصدوم وبيبكي عشان خاطر طبعاً إنه إيه ده ست ومش محجبة ومسيحية نجحت في إن هي يعني تكسر كل المقاييس بالنسبة لدميات ومفيش أي حالات يعني يعني هو بيتصور يعني إنه ده ممكن يكون يحصل بالنسبة بقى المستشار رئيس الجمهورية قالت دولة قد تضطر الفرض الحذر الشامل لمواجهة كورونا وطبعاً حصل جدل حوالينا الموضوع ده وهنستنى ونعرف التصريحات النهائية إن شاء الله وكان فيه برضو الرئيس السيسي كان أصدر تعديلات على قانون الطوارئ قانون الطوارئ وكان فيه برضو تصريحات لرئيس الوزراء الأيام اللي فاتت بما معناها إنها تستمر الإجراءات زي ما هي لغاية آخر رمضان لكن احتمال يكون زي ما قلت لحضراتكم قبل العيد يقولوا إن هيكون فيه حذر شامل ومطار مرسى عالم كان استقبل 298 واحد من العلقين المصريين بواشنطن فيه برضو طبيب في مستشفى العزل توفى ونعت نقابة الأطباء الطبيب وكان فيه برضو طبيب مصري كان توفى في الكويت برضو الأيام اللي فاتت في مواجهة مع فيروس كورونا وفيه مستشفى بتغلق وفيه حضراتكم طبعا حاجات كتير برضو بتحصل عموما ربنا يا ربي يحمينا وبتمنى من حضراتكم نستمر في الصلاة ما ننساش عودة رانيا وعودة يوستينا وإنه ربنا يشيل عنا هذا الوباء كورونا بشكركم وإن شاء الله نتظرونا وحلقة جديدة الأربع ومورة الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة